أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها أجرت على مدى ثلاثة أيام أكثر من 360 مقابلة للمتقدمات من كافة محافظات الجمهورية وأوضحت أن المتقدمات يعملن في أكثر من 60 مؤسسة في مصر ضمن المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات وأشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن البرنامج يعد جزءا من مسؤوليتها تجاه المرأة المصرية لدعمها بكافة الطرق الممكنة لتأهيدها وتمكينها لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار في رأس المال البشري